نشرناك خبر مش عارف في ممكن تقريباً وانا جبت الخبر من الناس اللي شغالة في السوق السودع وتأكد الخبر اللي هو مفيش دولارات في نصر مفيش امعلم ده طبعاً رداً على تصريحات رئيس الوزراء الكاذبة احنا نبالح استعرضنا كلام السيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وهو بيقول لك ان احنا عندنا ده غير لا مش كلام رئيس الوزراء بس ده كلام الزعيم مش الزعيم الملهم قال من اسبوع كده في الافتتاح اللي انا مش فاكر كان بيفتتح ايه ما هو افتتاحات كلها وهمية وخلاص قال لك احنا الناس مسكة في الدولار بس احنا عندنا في الدولار برضو يبقى فينشال تايمز ده قناة الحرة ايه موقع الحرة بيقول لا وجود للدولار ازمة العملات الاجنبية تضرب الاقتصاد المصري مش عارف فا احنا نسى ده امين بصراحة بس احنا الزعيم بتاعنا ما بيجذبش يعني بصراحة احنا عندنا امانة ما جربنا عليه كذبا قط بصراحة يعني الراجل يعني طول عمره اهو 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 بيتقول لك لا توجه الدولارات ازمة العملات الاجنبية تضرب الاقتصاد المصري اكيد طبعا باعتبار ان بريطانية وانها تبع المخابرات البريطانية اللي هي بتقوي جماعة الاخوة المسلمين وبتقوي العناصر الارهابية الان الهاربة الى بريطانيا فبالتالي كل الكلام بتاعها ده كلام جيد صحيح ده طبعا استمتع بانك بتشاهد احمد موسى ورفاقه بس اه اسهل حاجة يقول لك الجريدة العريقة الجريدة العريقة في مشهد في فيلم ايه ناصر ستة وخمسين فاكرينو لما وزير ال اه كان اسمه ايه ساعتها والله ما فاكر راح ليوم الاجازة وزير الارشاد بين ساعتها راح لي عبدالناصر يوم الاجازة وقال له الفانشان تايمز نشرت خبر بتقول قناة السويس كذا وكذا 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 لما كان لسه عبدالناصر بيفكر في تأمين قناة السويس فالجريدة العريقة القديمة ذات الصيت العالي عادي جدا تطلع اكيد كدق بقى انت هتصدق الجريدة ولا تصدق الزعيم اللي هو قال عن نفسه اكتر ممرة ابنكو صادق اوي وامين اوي لأ طبعا نصدق ابننا الصادق اوي وامين اوي ده كلام دولناس فرنجا دولناس فرنجا ضالين مضلين لا نصدقهم ابدا البلد فيها دولارات البلد فيها دولارات كتير والدليل انه حركة السوق السودا النهاردة لليوم التاني انا سألت الرجل النهاردة برضو حركة السوق السودا كلها متوقفة محدش بيطلع دولار يعني زي ما قلت لكم كده والكلام ده هتكرر له ان شاء الله اذا ربنا احياني لحلقة بكرة انه الناس عملوا كمين اللي قلبهم ضعيف خلصوا الاسبوع اللي فات اللي هو كان معاكم سمية دولار الف دولار الفين دولار خاف الدولار يقع عليك ابيع باي سعر فاعيني باعوا بتلاتين واحد وتلاتين وتلاتين ونص الدولار من يوم الجمعة نهاردة لحد اوه مسك اتنين وتلاتين ولا في بيء ولا في شراء ليه لانه كل الناس عارف انه بكرة غالبا بنسبة تسعين في المية لانهم بيديروا البلد بسياسة كيداهم ممكن يغيروا القرار عشان يعني ايه يبقى يضايقونها شوي تسعين في المية بكرة في تحرك هتصحى الصبح على الساق لانه شروط صندوق البقاء مفيش خزارة يا جماعة ده صندوق النقدة اشترط تعويم غير مدار هم قالوا له طب سيبنا الاول السنة فنلعب الاسبوع بتا اخر السنة ده لعبوا بالناس يعني اللي ايه اللي قلبها ضعيف وانه الدنيا تحلت والازمة تفكت وبتاع وبأول السنة خلاص يا اما بالكتير خالص بعد اسبوع الاسبوع القادم اللي هو بعد اجازة سبع يناير عياد اخونا المسيحيين بس ففيش لا دولارات ولا في نيلة وده كلام كله في الكليتش والدنيا كلها معروفة والازمة طاحنة واللي جاي مش قد اللي رايح وهنشوف بس الكلام تفاصيل الخبر المنشورة في عن عدم وجود دولارات في مصر نسمع معنا في مواجهة الازمة وعلى الرغم من الوداع البالغة 13 مليار دولار التي حصلت عليها القاهرة من الامارات والسعودية وقطر وثلاثة فاصل ثلاثة مليارات دولار اخرى المتأتية من مبيعات الاصول الى الامارات ظلت العملة الاجنبية في حالة نقص شديد بالدولة التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الاستراض وقبل اسبوع اعلن الرئيس المصري عبدالفاتح السيسي عن ان البنوك ستؤمن العملة الاجنبية اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في غضون اربعة ايام دون الخوض في التفاصيل ووفقا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي لا تزال هناك بضائع بقيمة تقدر بتسعة فاصل خمسة مليار دولار محتجزة في موانئ الدولة وادى ارتفاع معدلات التضخم بعد الحرب الروسية باوكرانيا الى ارتفاع موازن في اسعار السلع الاساسية مثل القمح الذي تعد مصر اكبر مستوردين في العالم مما زاد من الضغوط على موارد العملة الاجنبية في البلاد واجبر البنك المركزي المصري على خفض سعر الصرف الجنيه مرتين في مارس ثم اكتوبر وبلغ معدل التضخم في نوفمبر 18.7% وهو اعلى معدل في خمس سنوات الاخيرة وللمرة الرابع خلال ست سنوات اضطرت مصر اللجوع الى صندوق النقد الدولي الذي وافق الشهر الماضي على قرض بقيمة تقدر بثلاثة مليارات دولار على مدى اربع سنوات ويكمن جوهر الاتفاقية مع المؤسسة الدولية المنحة في التزام القاهرة بالانتقال الى نظام سعر صرف مارنة تحدد فيه قوى السوق قيمة العملة وهو امر لطالما قاومته الحكومات المصرية وصلت الصحيفة تفاصيل الخبر وقالت انه عندنا ازمة دولارات وازمة طلب على الدولارات يا جماعة هي مش حزبة بيرمن هي بالروحة اصلا انت ايه عارف انت زي ما انت بتيجي تدير بيتك كده معلش يا يوسف اننسيت ابعتلك الحكاية دي لو تجيبها الله يكلمك النهاردة الجزيرة مصر نشرت صورة صغيرة كده لخطاب واحد مصري كاتب ورقة كده عن تفاصيل المطلوب منه مصروفه يعني اللي بتصرف منه ودخله تقريبا كان كاتب كده المطلوب منه 6300 جنيه اكل وشربة بس ومواصلات لا ايجار ولا سكن ولا حاجة وهو مرتبه 2500 جنيه تقريبا فهي الحكاية كل واحد في بيته عارف يا راحة فينه جاء من ايه وبطلب انها تفرج من عند ربنا فهي الحكاية في مصر مش مش زي ما بيحاولون يفصرون انها الغاز عظيمة انت دولة بتستورد تقريبا 90% من احتياجاتك في كافة في كافة يعني كافة الاحتياجات اكل شرب دواء لبس اجهزة الالكترونية قطع غيار مصانع او معدات كل حاجة بتستورد 90% الاستيراد انت عليك مش تاخد الجن المصري وتطلع تروح في شانزيليزيه في باريس وتقولهم الله يا كريمكوا ادوني شوات لبس عشان انا انا محدش هيعرف شانزيليزيه لازم تاخد يورو تمام لازم تاخد يورو في امريكا لازم تاخد دولار في الصين بيتعاملوا بالدولار تسيبك بقى من كلام اليوان والكلام ده كله ده قصة تانية فبالتالي بحتاج توفر الدولار اهو قدامكم الراجل اهو مشهد مشهد متكرر في كل البيوت المصرية مشهد متكرر في كل البيوت المصرية اهو بتكلم عليها اسره مكوناه من ثلاث افراد اكل وشرب وانتقالات ستالاف تلاتم وتسعين من غير ايجار وغاز وكهربا ولبس وعلاق حلها من عندك يا ربي تكلم علي ان المرتب الفين وخمسونيج جنيه وبيشتغل اتنشر ساعة المسكين ده يعمل بها يعني بيشتغل مش مثلا نايم على ودانه واسره مكوناه من ثلاث اشخاص يعني ملتزم بقوانين الدولة تمام؟ ملتزم بقوانين الدولة بس بياخد الفين وخمسمائة جنيه ربينا يا كريم ان شاء الله رفعوه من الشر جابه الفين وسبعمية هو بس اكل وشرب ومواصلات محتاج ستلاف وثلاثمائة وتسعين من غير ايجار ولا الكهربا ولا غاز ولا اي حاجة من حاجاتي كلها الحالة دي بيعيشها كثير من مصرية فانا بقولك الحالة برضو بتاعت فكرة الطلب على الدولارات اللي بتكلم عليها الفانشانل تايمز بتقول ايه؟ بتقول يا جماعة البلد عليها ضغط الدولارات والبنك مش قادر يوفق طبيعي حضرتك كل اللي شغالين في السوق عايزين دولارات اللي عايز يشغل مصنع بتاعه اللي عايز يجيب البضاعة اللي عايز دخلت رمضان واحنا عايزين نجيب بضاعات حتى لو وصلت الفوانيس احنا بنستوردها من الصين اللي عايز يجيب المكسرات الياميش اللي مش عارف كله عايز استورد طب ما فيش البنك ما بيديش قالك الحمد لله البنك لغى فكرة الاعتمادات المستندية بالتحصيل طب ما احنا برضو عايزين المقدمات على الاقل خالص اللي هتدفع ففيش ففيه ضغط شديد على الطلب على الدولار وفيه قلة معروض ليه باشا انك اعتمدت الاربع سنين اللي فاتوا على الاموال الساخنة الربا السريع سيبتك بقى من ان انت مش مؤمن بربنا اصلا لانه ربنا سبحانه وتعالى توعدك بفكرة المحاربة دي بس دي قصة تاني روح توقع على وشك مفيش دولارات في البلد خمسة عشرين مليار دولار طاروا اللي كنت ايه مدور بيهم الحكاية خمسة عشرين مليار دولار دولة بتاع الاموال الساخنة اللي كان مدور بيهم الحكاية هي عايز فلوس خد عايز فلوس خد ويلف من ناحية تاني ويدي فوايد لصاحب المال ويلفوا 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 خلصوا طولة اوش راجعين تاني نهائيا لمدة طويلة جدا بعد اللي عمله البنك الفيدرالي الامريكي خلاص خلصت فده اللي بيقوله خبر نسمع تفاصيل الخبر تراكم الطلب على الدولار وفي محاولة منه للحفاظ على العملة الاجنبية وضع البنك المركزي قيودا على الواردات في مارس من بينها اشترات استخدام خطابات الاعتماد للواردات غير ان هذه الخطوة ادت الى تراكم الطلبات غير المستوفاء على الدولار قبل ان يقرر الخميس الماضي الغاءها وترجعت قيمة الجنية امام الدولار من حوالي 16 الى 24.7 جنيها للدولار فيما تبقى معدلات السوق السوداء اقل من ذلك ورفع البنك المركزي اسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة اساس في 22 ديسمبر مما رفع سعر الفائدة على الايداع لليلة واحدة الى 16.25% بشكل تجاوز توقعات المحللين وعكس القلق المتزايد بشان التضخم وتراجع الجنيها وفقا لمؤسسة الاستشارات كابيتل ايكنوميكس بلندن وتضررت الاعمال التجارية من مزرع الدواج الى مصنع الصيارات بشدة في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية والعديد من المدخلات الاساسية لصناعاته وبينما يفكر صانع السياسات في موعد وكيفية الانتقال الى نظام سعر الصرف مارين يشكر ودو الاعمال من عدم وضوح المستقبل في هذا الجانب اشتكى رئيس شركة تعمل في قطاع تربية الدواج من ان شحنات الحبوب وخاصة فلسوية والذرة المستخدمة في العلف عالقة في الموانئ بسبب نقص الدولار مضيفا كل يوم علينا ان نجد علفا واحيانا ينفذ منا ولا تتغذى الطيور وقال ان بعض المنتجين العاملين في القطاع اضطروا الى التخلي عن بعض اعمالهم عن طريق بيع الطيور بخسارة قبل بلغها السن الذي عادة ما يتم فيه ارسالها الى الاسواق وتبع المتحدث ذاته ان السعر كان اقل بكثير من تكلفة الانتاج واوضح ان بعض المنافسين اضطروا لقتل الكتاكيت مضيفا ان الانخفاض الكبير في المعروض من الدجاج المباع للحوم ادى الى زيادة الاسعار باكثر من خمسين بالمئة بس فيها الحكاية بمنتهى الهدوء يعني مش محتاجة مفيش دولار فبتخلط عشان كده احنا بنلجأ دولارات في اي طريقة نجيب بها دولار بيبيعوا ارض في اه فين؟ في 6 اكتوبر ارض فور يا باشا بس بالدولار يا ضياء معكش شواء الدولارات؟ حتة دي ممتازة جدا انا ضياء لو معك دولارات راح اشتري صراحة يعني انا طبعا مش هاردوا يخلونا اشتري عشان انا ايه خينوا اعملوا كده بس بالدولار يا باشا اي حد في مصر اه اشتري بالدولار طب لما الحكومة يا جماعة افتكرت بس رسالة انا بس كتب جزء من ثانية كده افتكرت اه الزاكرة والزهايمر بقى احد اصدقاء بعتلي تعليقا على قرار الاستاذ كامل الوزير بانه ياخد اه تمن التذكرة من السياح بالدولار ان ده مخالف لقوانين البنك المركزي تقريبا المادة 34 مش عارف ايه انه لايجوز لايجوز اعتماد النقد الاجنبي في مصر في شيء طب ما لحكومة ايه حكومة لما تقولك تعالا بيع الدولار خد تذكرة القطر بالدولار تعال اخد الارض بالدولار انا بقى ممكن للصبح وانا بفتر عند عم محمد بتاع عربية الفول يقولي وان دولار بدل ما طبق الفول بعشرين جنيه لا بثلاثين جنيه دي مقت واان دولار على رأيي فاكر انت اللمبي وعابلة كامل في واان دولار الساعة واان دولار هي واان دولار فانت بتخلي مصر كده بالنموذج اللبناني اللي هو التعاملات بكتبها مياه بقى عشر براحتكم جزء من فكرة استقدام الدولار هي معتمد على الاستثمارات الخارجية عشان كده وزير المالية قالك مصر تمتلك بيئة اعمال اكثر جذبا لاستثمارات الاجنبية والمحلية وهو كذاب الكذاب الاشر الكذاب الاشر وانا اقولكو دلوقتي سبحان الله يا اخي والله بغض نظر من استاذ عبداللطيف المناوي طبعا مصر تطلع الى الدعم الهندي لمبادرات اخفض نعم كلام فكرة ايه خلينا بس في جزء الاستثمار ده ده كلام هاتش عبداللطيف المناوي كتب مقال عن جريم الترويع المستثمرين وده كلام مهم كتب عبداللطيف المناوي اللي هو محسوب على جهة يعني بشكل فهم نظم حلمي ده كان الرئيس قطاع الاخبار في التلفزيون المصري قبان قيام صورت يناير منصب ده ما ياخدوش يعني الا واحد ابن خالتهم لا ابن خالتهم ابن اختهم جملة بس انا هاخدها من المقال عبداللطيف المناوي لن تجد صعوبة في اثبات ان عمليات فرار المستثمرين هي عمليات متكررة تحزى الحكومة عن طريق موظفيها بالنصيف الاوفر فيها فرار فرار المستثمرين النهاردة وانا جاي في السكة لقيت خبر كده تطلع لي على جوجل دولة تفتح ابوابها للسوريين والعرب ما احنا بقينا ملطاش عيني والله العظيم والله العظيم اللي هو فكرة ايه ايه البلد اللي ممكن تروحها يعني دولة تفتح ابوابها للسوريين والعرب هجرة بدون فيزا تعرف ايه القصة دي بس تكتب العنوان ده تلاقي ام تلاقي اللي انا دخلها تقرأ كل الشعب المصري افتح باب الهجرة كده بلاش باب الهجرة افتح باب الراغبين في ترك مصر افتح باب الراغبين في ترك مصر تشوف مثلا نزل كده دولة 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 الكرومب اي دولة في العالم تطلب مهاجرين اليها وشوف التوابير اللي قدام الصفارة بتاعتها عاملت ازاي كله عايز يسيبها لك بخدارة كله عايز يسيبها لك خربارة ويمشي فقلت يا ضي عام دا اقرأ ممكن تروح الدولة دي نعم انت عندك مشكلة بس اقرأ برضه قريت طلعت الدولة ايه يا باشا؟ طلعت رواندا وبتكلمه هناك على فكرة الاعمال في رواندا وانك لازم يكون عندك بعض الشركات لانه الاعمال البسيطة بيتريقوا كده والله بيقولك الاعمال البسيطة هناك هتاخد يا دوبك بالكتير مئة دولار ما المئة دولار دي ما بيقضاش راحت في مصر بس ما علينا لكن بيقولك ان انت لو اشتغلت تابع الشركات بتاخد من 1000 ل 3000 دولار فروندا ينهر الزرق وبعدين اللي وقف قدامي الجملة دي بستعيدها في هذا الموقف قالك ان هي الدولة في احسن الدول المسهلة الاستثمارات انك تقدر تعمل مشروعك الاستثماري والحكومة بترد على طلبك خلال بالموافقة خلال ست ساعات بلد مفتوحة من غير فيزا تاخد الفيزا في المطار وفيزا المدة 3 شهور لو قلت لهم انا جاي ادور على استثمار تقعد ثلاث شهور في البلد فيزا ثلاث شهور بخمسين دولار تمام في المطار وتقعد خلال ست ساعات تبعت لهم ايميل يردوا عليك في خلال ست ساعات طيب وبئة مستقرة ودولة تحولت الى دولة ديمقراطية وفيها انتخابات وفيها نظام تعليمي طاير لفوق وفيها نظام صحي طاير لفوق انا مستثمر انا راجل دلوقتي اسمي يعني جن فعايز اروح اودي فلوسي اوديها فين مصر او الارواندا مصر اللي حبسة صفوان ثابت ومات محمد الامين في السجن وحبسة حسن راتب واختفى سيد السوركي وهكذا كل اللي عنده حتة حيلة يدفعين ظابط خدها اروح انا استثمر في البلد دي وابقى امن على فلوسي ابلاطفنا اقول لك اهو الجملة اللي انا قدفت له قدامكم لن تجد صعوبة في اسبات ان عملية فرار المستثمرين هي عمليات متكررة كله بيجري اجري يا مجدي اجري يا مجدي انفت بجلدك ازا كان ياسمين وفريدة ولد فريدة خميس فور اقول انا هيلطش الشركة وهذا فعل يفعله الجميع وسويرس خارجوا وعايز اجيب كشف والله لكل الناس اللي خارجوا كله ساب البلد ومشي واعدكم بالسمن والعسل تقرير للمعهد الالماني للشؤون الدولية يحذر من كارثة قروض نظام الانقلاب في مصر احنا الحقيقة يعني حذرنا بس انتو برضو ايه ولكنكم تحبون الالمان طيب نخش بقى على وجع القلب الاسعار والسلع طب خليها بس نسمع تفاصيل خبر بتاع المعهد الالماني ده ونرجع نشوف الاسعار واخبار عزاز عبدالفتاح السيسي نظامه الاستبدادية بزيادة كبيرة في الديون الخارجية للقاهرة التي تضعفت اكثر من ثلاثة اضعاف ما بين يونيو عام 2013 ومارس عام 2022 كانت سياسة الديون في البلاد مرتبطة مباشرة بمركز السلطة الرئاسية ادرت الحكومة مزيجا منظما جيدا من الحوافز والتهديدات والاخفاء مما جعل من الممكن الحصول على المزيد من القروض الجديدة الجيش المصري الذي يعتمد عليه السيسي لتأكيد مطالبته بالسلطة هو المستفيد الرئيسي من سياسة الديون ساعد الدين الخارجي على حماية عائدات واصول القوات المسلحة وتمويل المشاريع الكبرى التي يمكن ان تكسب من خلالها اموال طائلة ان استغلال سياسة الديون كادات لسياسات القوة يزيد من مخاطر عدم قدرة مصر على خدمة التزاماتها في المستقبل قبل كل شيء مع ذلك فان سوى تخصيص الموارد المالية الشحيحة يقود تنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد ويعزز قمع الدولة البوليسية هذا الاخير بدوره يفضل الاستخدام السياسي لسياسة الديون من اجل سياسات القوة لانه يمنع اي سيطرة على عمل الحكومة يجب على المانيا مستقبلا وعلى شركائها الاوروبيين بربط الاقراد ودعم مصر في مفاوضتها مع المؤسسات المالية الدولية بشرطين بتقليل الانشطة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية واتخاذ خطوات ملموسة نحو انهاء القمع البولوسية في مصر يال معلين مشكلة في وضع القروض ده كتير احنا اتكلمنا فيه ومفقوش فيه اي حاجة جديدة والحقيقة مش محتاجين ان احنا نكرر الكلام ننخش بس على زيادة الاسعار والاخبار العظيمة جدا بسبب زيادة الاسعار ودي زي ما قلتلكم هتبقى اخبار متكررة وكثيرة جدا في الفترة القادمة وخصوصا لحد شهر الرمضان الله مبلغنا واياكم رمضان ان شاء الله وزارة التموين هي اللي بدأت الحقيقة وبدأت رفعت الاسعار بتاعت السلع التموينية يعني الاسعار في التموين غلت طب لما الاسعار في التموين تغلى يعني انت كمان مستنى ايه قالك الدقيق في التموين ترفع من 11 جنيه لعشرين الرز في التموين انا نكلم على رز التموين مش الرز اللي بره من 10 ونص الاربعتاشر زيادة الزيت بقت بتلاتين ده في التموين في التموين وفي رواية اخرى التومين عشان احنا بنقولها كده في الصعيد في التموين الزيت بـ 800 جراب مش اللتر بـ 30 جنيه بس يعني والسكر من 10 ونص الاربعتاشر جنيه دي اسعار اللي نشرتها موقع مدى مصر النهارد فازا كانت سلع التموين زادت ازا كان ربه البيت بتدف ضربه البقين يعني شركة عبورلند زودت هتعمل لها طيب عبورلند بتاعت الجبنة زودت للمرة الرابعة خلال شهرين عات يعني يا سيدي مش مشكلة عبوة كيلو الكيلو بـ 51 جنيه للتجار القلبة الكيلو بـ 51 جنيه للتجار يعني عادي للتاجر بـ 1 و 5 شوف هيباحة بكام يقول لك استنى ما نشوف الجدول اللي قدامكم ده دي دي سعر الكرتونة مش كده عبورلند 12 علبة 611 وهكذا دي الاسعار ما علينا ما علينا مش مهم تاكلوا جبنة مش مهم تاكلوا جبنة يا جماعة يعني مجاتش عالجبنة